اهلا بكم في مرايا بصراحة خلونا نتكلم بصراحة هدف عن هدف كثير منها الحملات النارية المتتابعة الإعلامية محطات تلفزيونية مثل سين أن الأمريكية أو بي بي سي البريطانية وفرنسا 24 والدي دابليو الألمانية طبعا نتكلم عن النسخة العربية لهذه العلامات وأسف على العروبة على فكرة لهذه المحطات أقول هدف هذه الحملات هو مشروع واحد شخص واحد حلم واحد عن هذه المحطات وأهدافها نتكلم ومعهم حط معهم صحف مثل واشنطن بوست الأمريكية نيورك تايمز الأمريكية أيضا وبعض الصحف البريطانية كل هؤلاء من موتوري اليسار تعرفون أننا حكينا عن اليسار يعني ألف مرة هنا يريدون أن يمنعوا السعوديين من الحلم وأن يمنعوا السعوديين من اتباع قائد الأمل ولي العهد محمد بن سلمان دعونا نتكلم الأمور بصراحة لما تشوف واحد من صناع الوهم في منطقتنا ممدوح الأخوان الأول ومصب قصائد الغزل وارث وهم العظمة عظمة الوصاية العثمانية رجب طيب أردغان يتحدث لا بل يكتب باسمه مقال طبعا ويرسل أتباع يتكلمون عنه فيما هو قصر فيه يصوبون والتصويب واضح أو يسددون والتسديد واضح على قائد الأمل السعودي اشتفهم وطبعا خفنا ما تركيزنا على الإعلام الغربي أن ننسى الجزيرة وتوابع الجزيرة ومغردي الجزيرة ورعاة الجزيرة في جزيرة قطر لا أهم لهم كل يوم كل دقيقة كل ثانية إلا تشويه صورة السعودية استهداف الحلم السعودي الذي استيقظ وثبت نفسه على الأرض مع صانعي هذا الحلم وصانعي هذا الأمل محمد بن سلمان من أجل منع السعوديين من اليقظة باسم قضية أي قضية كما الخاشقج اليوم ومن قبل باسم اليمن والوضع الإنساني في اليمن ومن قبل باسم ميدان رابعة ومن قبل باسم دوار اللؤلؤة في البحرين ومن قبل بعد ذلك إعدام نمر النمر والصور الأخيرة هي تجليات العدوان الإيراني الخميني على السعودية والخليج نتكلم عن دوار اللؤلؤة كلنا شفنا المشروع الإيراني على بلاطة يعني دوار اللؤلؤة يوم كانت مع إيران قابق قوسين أو أدنى من الانقلاب في البحرين وخط في البحرين كل الضجيجة اللي سمعنا والمظاهرات الفضائية والمسيرات على صفحات الصحف والهتافات على منصات تويتر تريد منع السعودية من العزم والجد في محاربة التطرف وأم هذا التطرف الأول هي جماعة الأخوان والأم الثانية هي جماعة الخميني لكن ورغم هذا الضجيج والمسيرات والحملات هل ارتعدت العزيمة السعودية وكفت الإرادة عن المضي والتصميم في محاربة التطرف وأهل التطرف ورعاته قبل وأثناء وبعد حكاية جمال خاشقجي بصراحة مرة ثانية نسأل إيش كان هدف جماعة الأخوان ومن يدور في مدار الجماعة من هذا الصراخ على السعودية والإمارات ومصر والبحرين رغم ما رافق ثورات الربيع العربي من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن أياد لم تعد خفية لا زالت تكافح من أجل إشعالها مجددا جماعة الإخوان الواقفة خلف تلك الأزمات في غير دولة لا زالت تسعى وتأمل في إحياء ثورات جديدة في الوطن العربي عموما ودول الخليج خاصة محمد المختار الشنقطي الذي يعتبر أحد أذرع الإخوان الأكاديمية والإعلامية في قطر قال في مقابلة صحفية إن الظروف بدأت تتهيأ لموجة جديدة من الثورات في العالم العربي الشنقطي دعا جماعة الإخوان إلى التقرب من شعوب المنطقة العربية وعدم الابتعاد عن العمل السياسي مؤكدا أن نجاح أسماه بالثورة في بلد ما سينتقل حتما إلى بقية البلدان تصريحات أعكست تحيون التنظيم لتنفيذ أجندة يؤمن بها مهما كلف من حروب وأموال أو انقلاب على رغبة شعوب ضاقت الأمرين تحت سطوتها لبرنامج مرايا أحمد الهادي طيب كيف كان عزم السعودية بعد حملات نسميهم التتار الجدد عصائب الأخوان المسلمين نعتقد أن هذه القضية قضية إنسانية نعتقد أن هذه القضية بالرغم من الزخم التي نالته في وسائل الإعلام في العالم ووسائل الإعلام المحلية إلا أنها لن تجعل المملكة تتخلى عن سياساتها الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف في إيجاد الاستقرار في أسواق النفط في مواجهة التدخلات الإيرانية العدوانية في شرور المنطقة في السعي من أجل الأمن والاستقرار في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وغيرها من الدول الأخرى طيب هل انتبه أحد من أهل العقل في أمريكا وأوروبا والغربي يعني واحد غربي عن مغزى هذه الحملات المجنونة في الصحافة اليسارية الأمريكية مثلا لقد سامح للنساء بقيادة السيارات وقد أوقف تمويل المتطرفين كما يساعد الآن في عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين وكذلك في جهدنا ضد إيران لذلك لا نريد أن نأخذ مثل هذا الأمر وهو كما قلنا أمر سيء لكنه لا يعني بأنهم خرجوا عن المسار الصحيح أو أنهم لا يقدمون لنا المساعدة طبعا هو يتحدث عن السعودية وعن مشروع وأثر الأمير محمد بن سلمان أخيرا وأهم من هذا كله ماذا قال وبماذا وعد قاعد التغيير والأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد هبوب رياح العاصف الأخيرة لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم بإذن الله المشاريع الكبرى ماشية سيدنا كل مشاريعنا ماشية الإصلاح ماشي حربنا على التطرف ماشية حربنا على الإرهاب ماشية تطوير المملكة العربية السعودية ماشية مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف بإذن الله لن نتوقف حربنا على الإرهاب مش بس الإرهاب والتطرف ماشية لن نتوقف كلام واضح وإذا على المحاسبة على أي خطأ أو حتى خطيئة فهذا نهج الدول الراشدة وهو ما تفعله الدولة السعودية وستفعله ولن تحتاج إلى مواعظ أو صراخ من أحد بحكاية خاشقجي أو بغير حكاية خاشقجي أما إذا كان هدف هذا الصراخ وقف الحملة السعودية على التطرف وأهل التطرف من شيعة أو سنة أو عرب أو عجم فلا الكلام واضح وهذا صراخ لا طائل من خلفه لن يكسر صخرة الصمود والإصرار السعودي الإصرار المحق وليس العناد الظالم يعني أو المظلم الشاعر الأعشى أعشى اليمامة وبني حنيفة قال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيل إلى اللقاء شكرا ليش نفسك شكرا القناة شكرا لك شكرا لك شكرا اشتركوا في القناة